فيه زي قوانين او معمولة قوانين من التمانينات على كده. طيب خلينا اقول لي ان الاجابة على السؤال ده هي من اصعب الاجابات اللي ممكن تطلع من اي حد. ماشي? اه بس احنا دايما بنشوف العالم مرايح لحد فين? وبنشوف احنا كل نقلة بتحصل في العالم ده احنا بنادرت عليها ازاي? ماشي? عشان اجاب السؤال حتك بتقول عليه. من زمان جدا واحنا عندنا الناس اللي بتقنن استخدام اي شيء والناس اللي بتخالف القوانين دي. من زمان جدا. فيه قانون وفيه ما وفيه الخارجين عن القانون. الخارج عن القانون. تمام? مع الحفاظ على اسم البرامجان. تمام? فالنقطة دي لو جينا بصينا كده رجعنا للزمن وراء شويتين تلاتة اربعة خمسة. لقبل اصلا ما نروح نعمل او العالم يعني العلماء في المجال ده يعملوا حاجة فيها زكاة اصطناعية. فيه تلات قوانين كان التجميع بتاعتهم اشبه قوي بان هي الفيلم بتاع ويلث ميس اللي كان في الفيلم واربعة بتاع اي روبوت. هو تريبا اصلا اتسمى على اسم القوانين دي. تريبا برضو كان اسمهم اي روبوت يعني. لو انا فاكر صح. التلات قوانين دول بيقولوا حاجات مهمة جدا. المفروض ان اي نموذج زكاة اصطناعي او روبوت او واتسويفر او الا. تكون بتراعي التلات قوانين دي. الحاجة الاولى ان الزكاة الاصطناعي ده مش هيئزي البشر. يعني هو معمول بخصائص انه ما يئزيش البشر. يعني لو عربية مثلا اوتونوماس. ماشي? اوتونوماس هي ازيتية القيادة لكي نعرب الموضوع. تمام? ماشية في طريق وقدامها انسان. الانسان ده ممكن العربية دلوقتي تخبطوه. انسان وانا وانا الم فانا هاخلص منك. هتلاقي الاوتونوماس كار دلوقتي بتعمل ايه بتوقف. الكلام ده هيحصل برضو رفي حيطة قدامها يعني. تمام? ولكن في رولز موجودة قوانين موجودة. المفروض انا باتكلم دلوقتي على قوانين ولكن هناك من يخالفها. طبعا. ماشي? بس كلم عن القوانين دلوقتي. اول حاجة ان الزكاة الاصطناعي والروبوتس هتتعمل بحيث انها لا تؤذي البشر للبشر. القانون التاني ان الزكاة الاصطناعي او الروبوتس هتاخد اوامر من البشر فيما لا يخالف القانون الاول. اللي هو ايه? عدم يزال البشر. يعني لو انا بشري. وامرت الروبوت اللي هو اصلا واخد اردر انه يطيعني. وانا امرت انه ازي بشري تاني غيري. الروبوت يقول لا. ده القانون التاني. تعال بالقانون التالت. وده اللي حدا قلت من شخص. الروبوت ليه حق الدفاع عن نفسه. ليه حق انه هو يثبت ذاته. ولكن فيما لا يخالف القانون التاني ولا القانون الاول. يعني لو الروبوت المفروض عشان يحافظ على نفسه. هي موت انسان او هيئذي انسان. فالمفروض انه هو هيضحي بنفسه. لو الروبوت علشان يحافظ على نفسه. هيطيع انسان. وكان الامر بتاع الانسان التاني ده انه هيئذي حد. هيرفض. فهيضحي بنفسه. يعني هيعصي يعني الشخص التاني. فدول التلاتة رولز اللي هما اصلا لما تعمل الفيلم بتاعه ده ثميس. في 2004. تعمل عشان يحييي الكلام ده. ويوسط الصورة بتاعته. تعال ابص دلوقتي بقى. احنا لسه من كام يوم حبيبنا ايلون ماسك ربنا يباريك له يا رب اللي جبليني ابص اربع حاجات كده في الجون. اوبتيماس روبوت. اول روبوت عارفه التاريخ. على مر العصور. يكون واقف مع الناس بيتكلم معهم وبيلعب معهم اكس او. وبيتهزر ويناقش العادية. ومتفاعل وجميل جدا. اول روبوت يحصل. اول روبوت يبقى موجود بالشكل ده. وتعال ابص على الدخلة اللي كانت بتاعت الروبوت في اي روبوت اللي كان في 2004. والدخلة بتاع ايفنت وي روبوت اللي عاملوا ايلون ماسك. وبيحكي الكلام. دخلين بنفس الشكل. تبص على السين ده والمظهر ده والمظهر ده. هي هي. بحس ان الراجل ايلون ماسك ده كان موجود زمان وقال ان انتو بتقولوا بقى في 2004 ان الروبوت والكلام ده هيجوا في عشرين خمسة وتلاتين. انا هجبهم لكم في عشرين اربعة عشرين. كل سنة وانتو طيبين يا عاملوا. كل سنة وانتو طيبين. تمام? فاجابة على السؤال ده احنا عندنا قوانين. قوانين ده المفروض ان فيه انتتز وورجانيزيشن. هدفها انها تحافظ على تقنين تطوير نمازج الزكاية الاصطناعي والروبوت. دي موجودة في الدول البرا يعني في الدول العظمى وهاكذا. ولكن الى اي مدى هيتم الحفاظ على القوانين دي وتنفذها فعليا. ولأي مدى بقى فيه رقابة من الدول ورقابة من الانتتز وكل الكلام ده على تنفيذ الكلام ده. ايه دي النقطة اللي استيل موجودة واللي دلوقتي لو حد ماشي معربية وكسر شرط المرور. ده بيهيفير عنده. ممكن يكون برضو بيهيفير او سلوك عند الشركات. انها مثلا في حد يخرج عن طوع القوانين دي فيعمل حاجة فالعالم يحاول ان هو يشيل التأثير بتاعه وهكذا. فاحنا نفس الكلام عندنا قوانين. المفروض ان احنا نكون بنطيع القوانين دي عشان نسلم من الزكاة الاسنوعية. واحنا بنحاول دايما ان احنا نكون من المستخدمين بشكل كويس الزكاة الاسنوعية. اعرف زي ما كنا برضو بنتكلم بره هي المسألة قريبة من امساق الامم المتحدة ولوايح مجلسة ومعاهدة جينيف. ايه بزرط. انه هم كلهم موجودين. ايه دي شيء رائع. بسيبش حد يطبق هذا. يعني دايما فيه محاور شريرة في العالم بتقرر انها تضرب بكل هذه المواصيق عرض الحائط. وعلشان كده في ناس بتبقى قلقة جدا من انه الاكواد التلاتة او البروتوكولات او القواعد التلاتة المتعلقة بحماية البشر من الذكاء الاصطناعي من الوارد كمان انها تضرب بعرض الحائط. وقلت لي انه فيه علم كتير متخوفين من ده. اشتركوا في القناة